السلام عليكم مرحبا بكم جميعا أحبائي أهلا وسهلا كيف الحال؟ أمل أن تكونوا جميعا بخير وعلى طول تكونوا بخير مرحبا اليوم حصتنا تدخل ضمن السلسلة التطقيفية السلسلة المنوعة كما سبق أشرت لكم بأن هناك سلسلة خاصة بالدروس الخاصة بالفئة التي هي في طريق تعلم اللغة الفرنسية وهناك سلسلة أخرى تشمل دروس توعوية تربوية تطقيفية منوعة كل ما يهم التربية والثقافة تجدونها في هذه السلسلة إذا اليوم نفس الحالة نفس سلسلة سلسلة السلسلة المنوعة يعني مستعدة الآن يلا على بركة الله مرحبا مرحبا حبائي اليوم سوف نرى مجموعات صيفات متداولة أدجكتف فريقون أدجكتف فريقون صيفات متداولة لنبدأ ماتيرياليست ماتيرياليست إنسان ماتيرياليست نسميه مادي بالفرنسية ماتيرياليست يعني لما تكون عندك المادة لما تكون تشتري هدايا تتبرع بنقود كثيرا تكون محبوبا إذا لم تعطي هدية ولم تشتري شيئا ينفرونك ويرتعدون عنك إذا نقول هذا الشخص الذي يتصف بهذه الصفة يسمى مادي يتبع المادة فقط نقول بالفرنسية ماتيرياليست بزونيو بزونيو ولكن انت بزونيوز محتاج أو محتاجة شخص محتاج بحاليا نقول جاي بزوان أحتاجو دان تلفون أحتاجو إلى موبايل إذا أو لا أحتاجو إلى ما ألبس أنا في حاجة إلى معطف مثلا إذا لما كنقول هكا لدينا الاختيار بين عبارتين نقول جاي بزوان أحتاج أو نقول جسوي بزونيو جسوي بزونيو وبين بزونيوز الإنسان المحتاج كنقول فاقير مثلا بزونيو بزونيو فاقير بزونيو ولكن فاقير سيكون بزونيو وأنت بزونيوز انديني ننتقل إلى الصفة الموالية انديني يعني لا يستحق مثلا حصل شخص على نقطة مرتفعة لكنه لا يستحق نقول إلي أنديني دوستنوة إلي أنديني دوستنوة يعني لا يستحق هذا هذه المواملة أو لا يستحق هذا هذه الميزة إلي أنديني جسوي أنديني أنا 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 أنديني أنديني أنت لا تستحق لست مؤهلا إلي جيبل نفس المعنى تقريبا إلي جيبل لما تكون عندك المؤهلات لديك المباراة أو لديك الميزة أو لديك النتيجة النجاح الإنجاز تسمى كتقول إلي جيبل إلي جيبل مؤهل مؤهل لست مؤهلا تنبا إلي جيبل تنبا إلي جيبل نمر لصفة أخرى بسيكوبات بسيكوبات قد نقولها بطريقة صادقة وقد نقولها من جهة الغضب نكون غاضبين فنطلقه مثل هذه الصفات على شخص ما أغضبنا نقول له تشوي بسيكوبات مضطرب عقلياً مضطرب عقلياً عنده خلل في عقله هذا إذا كان بصدق إذا كان صحيح أنه مريض عقلياً يسمى بسيكوبات لكن عنده ربما في حالة الغضب قد نخرجه مثل هذه الصفات مثل هذه الكلمات هذه العبارات بسيكوبات سي أش قد تقرها ك بسيكوبات لودك لودك مفرح مبهج يدخل عليك الفرحة دائماً تجدوه مريحاً نشيطاً مفرحاً إذا لودك 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 عندما تأهل الفرقة مثلاً في كرة القدم نقول أن هذه الفرقة لودك هذا اللاعب هذا الجوار لودك لأنه يدخل الفرحة على أشخاص أخرى لودك نقول أن الأشخاص تقل الأحداث مثلاً هذا مهرجان لودك حفل حفل لودك إنفت لودك أوفنسيف كيف تشوفوا أحبائي هنا ما قلت لكمش الأنت أو كذا المؤنت لأن هذه الصفات بسبب هذا الشكل تقال للمذكر وللمؤنت لما يكون هناك فرق كنذكركم بها أوفنسيف موسيء شخص يجرح الآخر يجرح أصدقاءه أو أفراد عائلته تصبح عنده عادة أن يقول كلمات وعبارات جارحة فيسمى أوفنسيف فمين أوفنسيف عواد نديرو أف نكتب في أ إلا كنا كنتكلموا على شخصية مؤنتة توي أوفنسيف شخص يجرحك دائماً يقول عبارات جارحة كتقول له توي أوفنسيف توي أوفنسيف فتيل فتيل غير رازين فتاة أو شاب شابة غير رازينة عندنا في الدرجة المغربية نقول خفيف خفيف يعني غير رازين يتصرف بطريقة بدون استخدام العقل والرزانة لا يسمى فتيل غير رازين نويزيبل مضر ومؤدي تستعمل في أعمال أو أشياء أكثر أكثر تستعمل في هذه الجهة في هذه الناحية لا تستعمل بالنسبة للأشخاص لكن نقول مثلا السكر لنسبة 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 ل نقولها لشخص منفصم الشخصية منفصم الشخصية قد تكون هناك يكون شخصا ما تعرفونه يتصرف بطريقة ما لكنه يؤمن بأشياء أخرى في تصرفاته في معاملاته فتحير كيف تحكم على هذا الشخص تجدوا مرة يتصرف بطريقة ومرة أخرى يتصرف بطريقة أخرى مغايرة للطريقة الأولى إذن هنا تقول له أنت منفصم الشخصية يعني لديه شخصيات ليس شخصية واحدة فقط لديه شخصيات نسميه منفصم الشخصية سكيزوفرين 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 هناك صفة أخرى أحبائي كوبيد طماع أو جشع كوبيد تسمى جشع أي طماع لا يشبع ولا يقنع ليس لديه قناعة أنت توفر له أشياء وهو دائما يطالب بأشياء أخرى قد تكون لديه قد يمتلكها لكنه لا يتوقف عن المطالبة بأشياء أخرى قد لا يكون محتاجا فدائما كثير المتطلبات وإذا أعطيته فرح لكن إذا لم تعطيه يصبح ضدك يصبح يعاملك بطريقة غير لائقة إذن نسميه طماع كوبيد وتقال للأشخاص المؤنة والمذكرة كوبيد 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 أحبائي في حصة أخرى دي الصيفات كنت تكلمت لكم على الصيفات الهوس في الهوس وقلنا وقلنا كي تسمى بالفرنسية مانياك مهوس يسمى مانياك وقلنا كذلك لأنه قد يكون مرض نفسي فهو بغيب باش نزيد نوضح لكم هذه الحالة فهي إحساس بفرحة مثلا فرحة لا تصف فرحة كبيرة فرحة عريمة عارمة فنقول يحس لديه هوس الهوس أحبائي أنواع الهوس بالصرقة يعني لا يمكن أن يمكت هذا الشخص دون أن يصرق رغم أنك تجده لا يفتقر لشيء لكنه مهوس بالصرقة مريض يجب أن يصرق ليرتاح وليكون سعيدا يجب أن يصرق إذن فهي حالة صحية عقلية تسبب في تقلبات مزاجية ولكنها مفرطة إذن كنت أحب أن أضيف لكم هذه المعلومات عن الهوس حتى تفهمونها أكتر إذن أحبائي أكتفي بهذا القادر و أترككم في رعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر